ايه اللي يخلي الطفل يتصرف بعنف؟ انا ابني عنده 3 سنين وبحس انه بيتعامل بعنف معانا ومع كل حاجة حواليه حتى الالعاب بتاعته طيب ده سؤال مهم الحقيقة بين عمر سنتين و 4 سنين بيكون عند الطفل طريق التعبير واحدة حتى مع اختلاف المواقف اختلاف المواقف اللي هي خلينا نقول المواقف الغاضبة يعني هقولكو ازاي يعني هتلاقوا ان طريق التعبير الطفل مثلا بيعمل تصرف معين لما يجي يرفض شيء تمام هتلاقوا ان الطفل بيعمل نفس طريقة التعبير دي لما يحس انه زهقان من شيء مش رافضه زهقان يعني منه هتلاقوا ان الطفل يعمل طريقة التعبير برضو اللي هو التعبير الغاضب اللي هو مثلا خلينا نقول انه ايه يحرك ايديه يدبدب في الارض يعيط ها لما يحس بعدم فاهمنا للي هو بيطلبه مننا هتلاقوا ان طريقة التعبير برضو مشابهة لو مثلا في حالة ان احنا ما عملناش اللي هو عايزه هتلاقوا ان طريقة التعبير برضو هي هي لما تلاقوا عنده شعور بالارهاق وفي نفس الوقت عنده رغبة انه يواصل اللعبة مثلا او يواصل النشاط يعني مثلا هو عايز ينام او تعب بس هو عايز يلعب فاللي هو مستخسر انه هو يرتاح وهكذا دي بس نقطة مهمة حبيت اعرفها لحضراتكم ان احنا ما ناخدش يعني الطريقة بتاعة الطفل دي على انها عادة او سلوك او كده لا هو آليات التعبير بتاعته محدودة فاحتى بيتهاء لنا انه هو بيتصرف بعنف او بيتصرف بعصبية او انه هو خلق دايق او الكلام ده كله في حين انه هو آليات التعبير بتاعته محدودة التعبير عنده واخده اشكال او واخده مسارات محدودة لها علاقة بتجربته في الحياة يعني او طرق التعبير اللي هو يعرفها لكن بشكل عام فيه اطفال بتتصرف بعنف اه فيه اطفال بتتصرف بعنف لكن لازم نبقى مقتنعين من الحقيقة العلمية اللي بتقول ان العنف سلوك مكتسب وليس سلوك فطري بمعنى ان ما فيش طفل جيناته انه طفل عنيف خلوا بالكم او من نقطة دي ما فيش طفل انا ليه بقولكو الكلام ده عشان الجملة اللي جاي ما فيش طفل اصل هو اللي هو باقي جملة اصل هو عصبي زي بابا او اصل هو طفل عصبي زي مامته وطالع لمامته لأ ما فيش حاجة اسماء كده ما فيش في الخريطة او في الشفرة الوراثية بتاعة الجسم البشري حاجة اسماءه جين عصبية ما فيش ما فيش كده جين عنف ما فيش كده برضو العنف بشكل عام وتحديدا عند الاطفال بقى بشكل خاص سلوك مكتسب وليس سلوك فطري مش الفطرة انه هو يمارس الاشياء بغلة او بعنف او كده لا انه يمارسها عادي يكتشفها ويتعرف عليها وكده وهكذا طيب طالما انه سلوك مكتسب يبقى له اسباب ايه هي اهم الاسباب اللي تخلي الطفل يتصرف بعنف هقولك بعض الاسباب يعني لا اسباب كتير اهم اول حاجة اصدقاء الطفل واصدقاء الطفل هنا في مراحل عمرية اللي هي الصغيرة مش الاصدقاء بمعنى الصداقة المفهومة لكن عايز اقول الاشخاص او الاطفال يعني اصدق اللي بيكونوا قريبين من الطفل يعني ممكن الطفل بطريقة ابسط يتعلم منهم العنف حتى مع وجود الطفل ده اساسا في اسرة هادية يعني ان الطفل هادي اسرته هادية بس مثلا ودينا حضانة الحضانة دي فيها اطفال بيتعاملوا بعنف او بيتعاملوا بطريقة مختلفة هو مع مرور الوقت ممكن يكتسب نفس طريقة التعامل تمام طيب ايه تاني من الاسباب اللي اتخلي الطفل يتصرف بعنف وجود اب عنيف او ام عنيفة او الاتنين مع بعض يبقى فيه فرق هنا ما بين انه هو الجملة اللي لسه ايلنها اصله طالع عصبي البابا لا هو هنا طالع عصبي البابا من باب التقليد وليس من باب الجينات الوراثية يعني الطفل لما بيشوف بابا انتوا اكيد يعني مرته بالتجارب دي كاباء وامهات اظن بتشوفه مثلا لما الاب بيبقى قاعد حتى بتيجي احيانا في الاعلانات وفي المشاهد الفنية تلاقي مثلا الاب بيتفرج مثلا على ماتش خلاص ماتش كورة مثلا فتلاقي مثلا الاب بيعمل ازاي يعني مثلا بيعمل كده على اساس مثلا فيه فرصة ضاعت فرصة هدف يعني تلاقوا الطفل لو شفتوا بقى الطفل تلاقوا مش بيتفرج على الفيزيون قد ما بيتفرج على بابا وتلاقوا بيقلدوا هو كمان يبقى بنفس المنطقة او بنفس القياس ان الطفل بيتصرف بطريقة تشبه تصرف بابا او تشبه تصرف مامته يبقى لو الأب ده عنيف في تصرفاته أو الأم عنيفة أو الاتنين يبقى منطقي أن الطفل يتصرف بعنف إيه تاني من الأسباب افتقاد الطفل للتوجيه السليم وأنا قصدي هنا بالتوجيه السليم أن إحنا الأطفال بنتعامل معهم أحيانا يعني على أنه عارف لا هو مش عارف أنتوا بس اللي بتاخدوش بالكو هو مش عارف أنه السكينة دي خطر هو مش عارف أن الكهرباء خطر هو مش عارف أنه المج ده أو الكاس ده لو مسكه كده ووقع من إيده هيكسر هو مش عارف تمام فإحنا لما نشوفه مثلا رايح ناحية كهرباء أو جهاز كهربائي فنقوم نعمل إزاي إيه وبعدين رايح فين هو ده بالنسبة له سؤال إجابته أنا رايحه أنا رايح للشيء ده يعني لو أنتوا بقى لو جينا بقى يعني للجد إيه أنت رايح فين فهو الطفل لو قادر ينطق يعني هيبصلك كده أو يبصلك كده أمان أنتوا شايفيني رايح للبتاع دي بس هو لسه ما يعرفش إن ده اسمها مروحة أو إن ده اسمه تلفزيون أو إن ده اسمه جهاز كهربائي أو أهم مكان يعني حسب أنا بضرب أي مثل يبقى لازم لما نوجه الطفل نفهمه إن ده غلط نفهمه إن ده ما ينفعش نفهمه إنه هو خطر نفهمه إنه هو ما ينفعش يدوس على الزرار ده إنه ما ينفعش يمسك الآلة دي إنه ما ينفعش يعمل حاجة مش هيبقى مسكها كوي وهكذا مش نتعامل معها لإنه الأطفال بتفهم ضمنه فنلاقي إن فيه تربية يعني أنا الحقيقة بلاحظ إن فيه تربية دلوقتي بتبقى التربية والناس قاعدة مسكها الموبايل انتوا فاهمين قصلي يعني مثلا قاعدين في البيت يعني تلاقي بقى أم أو أب فتلاقي الأم تقول لها تقول لها الأطفال تقول لك ما أنا قاعدة معهم في البيت بس هي قاعدة الحقيقة مسكها الموبايل ابنها بقى وبنتها سنة ونص سنتين وبتاعه وراحين جايين وبتاعه ها لأ وبعدين لا كده ما ينفعش لا كده مش هكذا وهي بس كلموا بها انتوا فاهمين قصدي وانا هنا بتكلم بقى تحديدا على السوشيال ميديا والحاجات دي كلها انا ده اللي قصدي بيه بكلمة افتقاد الطفل للتوجيه السليم فالطفل هنا لما بيحدث شيء قد ينتج عنه اثر سلبي او اثر سيء نقوم احنا نتعامل بايه ليه كده وعملت مش عارف ايه وعملت ايه وانت غلط وانت مش عارف ايه وانت وقعت الحكاة وانت بوصت اللي مش عارف ايه وانت كأ هو ده قد يؤدي الى العنف لان الطفل بيختزن كل ده وبالنسبة له هو ما يعرفش سابق العهد يعني بان ده غلط او ان ده حاجة خطر طيب ايه تاني تخلي الاطفال تصرف بعنف وجود ضغوط داخل الاسرة اجواء متوترة مشاحنات ناس كده عملين يرموا كلام لبعض اخه واخته متخنقين ام وزوج يعني زوج وزوجة مش عارف ايه الحالة الشخن اللي بيبقى موجودة في البيت دي تؤدي الى التوتر 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 يعني عكس على الطفل في صورة يعني انتو يعني اكيد مرتوا بحاجة زي كده او شفتوا حاجة زي كده او سمعتوا عن حاجة زي كده لما تلاقيوا طفل صغير عمره سنة ولا حاجة او معادي السنة وتلاقي مثلا بابا ومامته شدين مع بعض مش عايز اقولوا بيتخنقوا بعد الشر لا شدين بيكلموا انت مش عارف ايه لا وانت كانت مش عارف المفروض تقول له لا ما فيش حاجة زي كده هما بيكلموا تلاقي الطفل قاعد عامل كده وبيقلدهم بالصوت بيعمل زيه هذه التوترات وهذه المشاحنات الطفل بقى كل ما بيجبر شوية بشوية بيبتدي يختزن رأكشنات الوجه او تعبيرات الوجه فبيبتدي يربط ان التعبيرات دي تدل على الغضب التعبيرات دي تدل على تصرف الغاضب او تصرف العصبي او تصرف العنيب وهكذا ده يعزز او ده يؤدي الى تعلم الطفل العنف الاحتفاء بالعنف عند الاطفال الاحتفاء يعني ان احنا نفرح بالعنف هتقولولي لو في حد بيعرف بالعنف اه طبعا كتير من المواقف بتحصل الاطفال بتلاحظوا ان الطفل مثلا يعمل تصرف فتلاقوا ان الاسرة سعيدة جدا اب وام جدود في بعض التصرفات لما الطفل يتصرف بعنف مثلا في موقف معين او يضرب حاجة معينة واعتقادهم بقى كده برافو عليك انت كده قوي انت كده شجاعة ربط مفهوم القوة او الشجاعة بالاثر المادي الذي ينتج عنه خسائر ده يعزز جدا العنف ويعلم الطفل العنف ولازم نوضح فرق التعامل في مواقف معينة ومحددة ان الطفل لازم يتصرف فيها بحدة اه في مواقف لازم الطفل يتصرف فيها بحدة زي مثلا تعرضه للتحرش او تعرضه للتنمر لازم يتصرف بحدة ما بقولش اهو بعنف بس بحدة وبحسم وبين مواقف تانية برافو عليك انك عملت كده انت شاطر ان انت مثلا خوفت حيوان واقف ولا مش عارف ايه ولا عملت ايه ولا انا ما بخافش من كذا لا الخوف ده حاجة عادية ولازم نعلم الطفل انه القوة والشجاعة مش ان احنا نمارس فعل على مثلا طرف اضعف او على شيء اضعف من الحاجات اللي بتعزز العنف اوي برضو او بتعلم الاطفال العنف طاقات الغضب المكبوتة عند الاطفال طاقات الغضب المكبوتة دي اهم سبب لها ان احنا على طول بنقول لهم لأ او ان احنا بنحبطهم احباطات متكررة تؤدي الى شعورهم بالغيز اشهر مثل ان احنا نوعدهم بحاجاته ما نعملهاش احنا بناخد الكلام ده اللي هو ايه خليك شاطر وهاجبلك حاجة حالة خليك شاطر واحنا هنخرج على فكرة هنتفسح بس لو فضلت ساكت شوي هنتفسح وهناعمل حاجات انتي او انت انتي كأم او انت كأب بيكون الغرض من كلامكم انكم تمرروا موقف انكم عايزين تتخلصوا من ضغط الطفل عليكم انه مثلا عامل دوشة او بيزن في حاجة او بتاع فتقوموا تقولوا اي حاجة عشان مثلا تنجزوا انتو شيء معين بتعملوا دي الوقت انتي عايزة تخلصي حاجة بتعمليها انت عايزة تخلص حاجة بتعملها او كده ولا تنتبهوا الى ان الطفل اختزن في ذاكرته بجد الاتفاق اللي انتو قلته الكلمة اللي انتو قلتوها دي هو اتفق على كده خلاص فلما بيلقوكوا ما عملتهاش بيتغاز مرة اثنين تلاتة عشرة عشرين فده بيخلي فيه طاقات غضب مكبوط من اشهر الحاجات برضو اللي بتعزز سلوك العنف عند الاطفال المحتوى المرئي اللي بيشوفه الطفل سواء بقى كان في التلفزيون افلام او كرتون او ما شابه او الالعاب الالكترونية اللي بتعتمد معظمها على ممارسة العنف وربط ده بالشجاعة او النجاح تكرار مشاهدة الطفل لمشاهد العنف بيخلي الطفل يفقد حساسيته تجاه العنف ده ويتعامل معاه بعد كده على انه شيء طبيعي برضو من اهم اسباب العنف عند الاطفال وجود مشاعر غيرة سواء بقى الغيرة دي كانت بين اخوات او في المدارس يعني احيانا المدارسين هم اللي يعززوا او هم اللي يغرزوا مشاعر الغيرة دي انهما يميزوا حد عن حد خلاص يعني بيشكروا اوي في طفلة او اكتر فتلاقي بقية الاطفال تتغاز منه او تغير منه فده بيسبب انت كمدرس او انت كمدرسة لازم تراعي اوي ان فيه فرق ما بين انك تشجع متفوق تشجع طالب او طالبة عملوا حاجة احسن وما بين انكو يعني خلتوه شخص مكروه وسط زملائه الحكاية دي بتحصل احنا في النواة دي احيان في الفرق الرياضية اللي فيها اطفال صغارين بيمارسوا الرياضة دي بتكون من اكبر المحفزات على ظهور السلوكيات العنيفة عند الاطفال